في وقت لم تنتهي بعد التعليقات حول تصريحاته في ولاية زيوزو والمتعلقة بحصاص التأشيرات الموجهة لمنطقة القبائل تنقل السفير الفرنسي بيرنار إيمي مؤخرا إلى مقر حزب طلائع الحريات المعارض للقاء رئيس الحزب علي بنفليس بطلب من ممثل الدبلوماسية الفرنسية اللقاء الذي جمع المسؤولين تم التطرق فيه للأوضاع السياسية التي تعرفها الجزائر والأكيد أن السفير الفرنسي يريد معرفة ما يدور في ظل التجذبات والحراك السياسي وكذا التخبط الاقتصادية الذي تعرفه البلاد بنفليس وكعادته مع مختلف الممثلين الدبلوماسيين الأجانب أكد للسفير الفرنسي أن الطريق الخروج من الانسداد الشامل الذي تعرفه البلاد بحسبه يكمن في انتقال ديمقراطي هادئ ورغم أن أطرفا تساءلت عن أي دور يلعبه السفير الفرنسي وما شأنه بما يدور داخل الجزائر خاصة وأن تصريحاته بمنطقة القبائل كادت أن تحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين غير أن آخرين قرأوا في زيارته لبنفليس بمحاولة لجس النبض لدى الطرف الآخر في القاعدة السياسية عموما لقاء بنفليس مع إيمي تخللته مواضع أخرى تتعلق أساسا بالشأن الأمني إضافة إلى الأزمة الليبية والقضيتين الفلسطينية والصحراوية مواضع وإن كانت عامة غير أن توقيتها وتزامنها مع تصريحات إيمي بمنطقة القبائل ليجعل منها ومن اللقاء بشكل عام يلفوه التساؤلات والتخمينات ترجمة نانسي قنقر